اشتركوا في القناة تصعيد الامني ضد المصالح الامريكية في بغداد وحول ماذا يتفاوض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع طهران ما حظوظ نجاح الحكومة العراقية في معركة ضبط السلاح المنفلت وما هي سيناريوهات تطور المواجهة الايرانية الامريكية في العراق مشاهدين السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج تقدير موقف أصحابكم فيها أنا أمال عراب من الدوحة نناقش وندرس نظر المواجهة بين طهران وواشنطن في الصحة العراقية بعد استهداف المنطقة الخضراء الأمر الذي استلزم إرسال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفدا إلى طهران لتهديئة الوضع نرحب أولا بضيوفنا في السوديو دكتور محجوب زويري مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر عبر الأقمار الصناعية من عمان دكتور يحيى الكوبيسي مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية وعبر الإنترنت من فيلاتو في إيطاليا دكتور الحارث حسن أستاذ العلوم السياسية والباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط قبل أن نبدأ مشاهدين دعونا نتابع تطورات المشهد العراقي في أعقاب الهجمات التي طالت المصالح الأمريكية في بغداد وتدعيات ذلك في هذا التقرير هجمات متكررة على المنطقة الخضراء في بغداد صواريخ استهدفت محيط الصفارة الأمريكية وعبوات ألقيت على رتل تابع لقوات التحالف الدولي بالتزامن مع الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني واشنطن توجه أصابع الاتهام للفصائل المسلحة المحسوبة على إيران ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاذم يصف التفجيرات بالعمل الإرهابي القوات الأمنية استنفرت في شوارع بغداد واعتقلت العديد من الأشخاص من بينهم قادة في فصيل عصائب أهل الحق الذي نشر مسلحيه في شوارع العاصمة للضغط ما دفع برئيس الوزراء العراقي للتهديد بمواجهة حاسمة إذا استلزم الأمر ذلك تصريح أثار حفيظة حزب الله العراقي فشدد اللهجته والآخر فيما اعتبر تطاولا على قائد القوات المسلحة نحن عصاب أهل الحق سلاحا الذي قاتلنا به المحتل لا زال فحالا على عملاء أمريكا سيناريو الصدام بين الكاذم والفصائل المسلحة يعود إذن إلى الأذهان لسيما وأن رئيس الوزراء العراقي يبدو مصمما على الحسم الذي تحدث عنه في أكثر من مرة والانتقال بالعراق إلى مربع الدولة لكن الكاذم يدرك الوزن السياسي للفصائل المسلحة داخليا وخارجيا وأرسل وفدا يرأسهم وقربون من المسؤولين في إيران لبحث الملف والمفاوضات حول إمدادات الغاز ورقة الضغط التي تلوح بها تهران بين الفينة والأخرى والتي قد تشكل قنبلة موقوتة بالنظر للوضع الاقتصادي المنهار في العراق التنسيق مع تهران في الوقت الراهن سيتيح إذن الفرصة للكاذم لتحقيق أهدافه وعلى رأسها إجراء انتخابات مبكرة وتبدو معركة حصر السلاح المنفلت التي فشلت الحكومات المتعاقبة في حسمها عنوانها الأبرز أما تهران التي لطالما اعتبرت العراق ساحتها الخلفية فقد تجر بغداد في مواجهتها مع واشنطن مواجهة لا يمكن رسم ملامحها ما لم تستلم بعد إدارة بايدن مهامها فهل سينجح الكاذم في النأي بالعراق عن المواجهة الأمريكية الإيرانية وقبل أن نصل إلى إجابة السؤال الأخير في التقرير دعنا دكتور الكبيسي نبدأ معك في تشخيص الوضع انطلاقا من آخر زيارة للوفد العراقي إلى تهران ماذا يعني أن تطلب دولة من دولة أخرى تحت عنوان التفاهمات أو الحلول المساعدة في ضبط الوضع الأمني داخلها بسبب ميليشيات محسوبة على إيران بل وتوصف بأنها دولات داخل الدولة يعني بداية مساء الخير إلك ولضيفيك الكريمين أهلا مرحبا دكتور حارث ودكتور محجوب يعني الجميع يعلم أن هناك فصائل أو ميليشيات داخل العراق لا تأتمر بأي أوامر داخلية عراقية يعني الجميع يعرف أن هناك ما يسمى عراقيا بالفصائل الولائية بمعنى الفصائل التي تؤمن بمبدأ الولاية العامة المطلقة للفقيه أو ما يعرف بولاية الفقيه هذه عملية لا قرار ذاتي لها وهي تشكل يعني نسبة كبيرة من هيئة الحجر الشعبي يعني من الفصائل التي تعج جزءا من هيئة الحجر الشعبي نتذكر جميعا أن بلاسخارت عندما أرادت يعني أن تعقد هدنة بطلب أمريكي أثناء حملة الانتخابات لم تذهب إلى السيد الكاظمي وإنما ذهبت إلى أبو فدك المحمداوي لأنها كانت تعلم أنه لا قرار للسيد الكاظمي على هذه المجموعات هذا لا يعني أن المجموعات الأخرى التي يعني غير الولائية هي أيضا تأتمر بأمر السيد الكاظمي يعني لا أحد يعني لا وجود لعاقل في العراق يصدق أن سرايا السلام على سبيل المثال تتبع عوامر السيد الكاظمي ولا تتبع عوامر السيد مقتدى الصدر والأمر نفسه بالنسبة لحجد العتبات يعني بالنهاية كنا نقول منذ البداية أن الحجد الشعبي يشكل سلاح موازي ويشكل دولة موازية وأنه ليس هناك أي قرار حقيقي للدولة العراقية على هذا السلاح الموازي وهذه الدولة الموازية صحيح أنه تم تشريع قانون في نهاية عام 2016 في محاولة لضبط هذه الميليشيات ولكن هذا القانون فشل تماما في التطبيق يعني بقيت هذه المجموعات مرتبطة بمرجعياتها وأعتقد أنه المشكلة الحقيقية أنه الفاعل السياسي الشيعي ما زال يوفر الحصانة لهذه الميليشيات وبالتالي سندخل روالدا إلى هذه النقاط التفصيلية المتعلقة بالوضع الداخلي دور الدور السياسي الذي تفضلت به هو القوانين التي سنت في هذا الإطار دكتور محجوب في نفس الإطار يعني ذكرى اغتيال سليماني وقبيل مغادرة ترامب البيت الأبيض يعني هل نستطيع الاعتماد على هذين أو هتين النقطتين لمعرفة مقياس أو تيرمومتر التصعيد الإيراني في العراق ضد المصالح الأمريكية يبدو واضحا بأن طهران وواشنطن كلاهما يئن من ألم الوقت وهنا أتحدث عن التذكير بمقتل قسم سليماني وبالتالي هذا الأمر يؤذي القيادة السياسية والقيادة العسكرية الإيرانية وكما وصفه الرئيس الوزراء العراق المالكي بأنه قصم وكسر ظهر إيران في العراق هذا تصريح مسجل له وأثر على العراق كما وصفه وبالتالي هذا أمر مهم لأنه جميع الخطاب الذي تقدم به إسماعيل القآني خلال الفترة والأيام الماضية في الجلسات التذكارية لقتل سليماني كانت تتحدث عن هذا الأمر وعن مدى الألم الذي تجرعته إيران بسبب مقتل سليماني وبالتالي هناك حاجة أولا للحديث إلى الرأي العام الداخلي وإبراز قوة الدولة وهناك أيضا حديث إلى حلفاء إيران بأن إيران متماسكة وقادرة على الرد من جانب الآخر وذلك حالة من الهلع في واشنطن الهلع تحدث عن الرئيس الأمريكي تحديدا الهلع من مغادرة البيت الأبيض الرئيس الأمريكي لم يكن يحلم في حياته أن يتعرض لهذه الخسارة ولا أن يواجه مثل هذا الأمر حتى أن من أسماهم شركاء أو من الجمهوريين يتساقطون من حول يوما بعد يوم وهو ينظر إلى السادس من يناير 2021 في محاولة أن تحصل للمعجزة وأن يحصل شيئا بالنسبة له وهو الأمر الذي لا يبدو أنه سيحصل بالمحصلة كل الطرفين يعيشان حالة من الرعب الرعب بمعنى ماذا سيفرز هذا المشهد السياسي وما هو الخيار الذي يمكن أن يتخذه أي طرف بحيث يصبح أقل تكلفة بالنسبة له ولكنه مؤثر على الطرف الآخر لعبة الوقت لعبة حاسمة في هذا الموضوع خاصة أن إيران ترى نفسها فازت خلال الثلاث سنوات الماضية في لعبة الوقت ولأنها خسرت أمام ترامب فقط في حالة واحدة وهي أن العقوبات الاقتصادية آلمتها من جانب آخر الرئيس الأمريكي ترامب أعتقد بأنه كسب معركة أساسية وأنه لم يطلق طلقة واحدة على ضمن حرب أتحدث عن الحرب ولكنه أيضا كسب أثر العقوبات الاقتصادية فالكل يقيم خسائره ونقاط ربحه خلال هذه السنوات ويريد أن يبني عليها لا أن يخسر شيئا جديدا تحول إليك دكتور الكوبيسي هل يعترف الكاظم اليوم بعد محاولاته الحتيثة ومحاولات حتى من كان قبله بدرجة قد تتفاوت في مسألة ضبط السلاح المنفلت أو تحديد العلاقة مع الميليشيات المسلحة بأن حله أخيرا هو في إيران ووفق أي منطلق يذهب إلى طهران ويبعث بوفده يعني بداية لا وجود لمعنى لعبارة السلاح المنفلت هذه عبارة دائما ما تستخدم عراقيا للتغطية على الواقع في العراق هناك سلاح موازي يشكل دولة موازية لا علاقة لها بالدولة الأصلية هذا هو التوصيف الحقيقي لهذه الميليشيات والجميع يعلم أن هذه الميليشيات لم تتشكل بشكل حقيقي بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها السستاني وإنما هذه الفتوى استخدمت سياسيا لشرعنة هذه الميليشيات من يراجع الفتوى على سبيل المثال سيكتشف منه السيد السستاني لما يتحدث مطلقا عن حشد شعبي أو عن سلاح موازية أو دولة موازية وإنما تحدث بالنص عن متطوعين في القوات الأمنية ولكن الفاعل السياسي الشيعي استخدم هذه الفتوى لشرعنة تشكيل ميليشيات عقائدية كما هو حال الحشد الشعبي اليوم الأمر الثاني المهم هنا أن الدولة العراقية والحكومة العراقية يعني هنا أريد أن أركز على هاتين العبارتين الدولة والحكومة كلاهما مارسا تواطئا حقيقيا مع هذه الحقيقة ولم يعترف يوما بأن هذه الميليشيات لا تأتمر بأوامر الدولة أو الحكومة العراقية ومع هذا ذهبوا إلى تشريع قانون لم يطبق على أرض الواقع يعني من يراجع القانون سيكتشف أنه يتحدث عن فك ارتباط هذه الميليشيات بمرجعياتها السياسية والاجتماعية والدينية ولكن هذا لم يحدث بقيت هذه الميليشيات مرتبطة بقياداتها الأخطر أنه جزء كبير من هذه الميليشيات ظل مرتبطا بإيران لأنه مرتبط عقائديا بإيران ومرتبط يعني تنظيميا بالحرس الثوري الإيراني وهنا أتحدث عن ما يقرب من 60% من هيئة الحجر الشعبي يعني 60% من الميليشيات التي تشكل هيئة الحجر الشعبي هي ميليشيات ولائية لها ارتباط عقائدي وعضوي وتنظيمي مع إيران الأمر آخر المهم أنه يعني رؤساء الوزراء السابقين سواء حيدر العبادي أو السيد عادل عبد المهدي وأخيرا الكاظمي كانوا دائما ما يحاولون التغطية على حقيقة أنه لا أحد يأتمر بأمرهم يعني نتذكر أنه السيد حيدر العبادي والسيد عادل عبد المهدي أصدراء أوامر ديوانية لمزيد من ضبط الحشد بعد أن فشل القانون في ذلك ومع هذا فشلوا في ذلك أنا لا أعتقد أنه السيد الكاظمي بوارد مواجهة هذه الفصائل بسبب بسيط أن هذه الميليشيات تحظى بغطاء سياسي من الفاعل السياسي الشيعي وما لم يرفع الفاعل السياسي الشيعي هذا الغطاء السياسي عن هذه الميليشيات لن يستطيع السيد الكاظمي القيام بأي فعل تجاههم ولكن واضح أنه لا وجود لإرادة سياسية لدى الفاعل السياسي الشيعي للقيام بذلك وبالتالي الحل الوحيد لحل مشكلة هذا السلاح الموازي وهذا الدولة الموازية هو السيد السستاني بمعنى ما لم يقوم السيد السستاني بفتوى جديدة يحسن فيها هذا الأمر ويقول أن هذا السلاح الموازي والدولة الموازية مضاد لمنطقة الدولة سيبقى الوضع على ما هو عليه يعني الحال عند المرجعيات الدينية التي تحتفظ بولاء هذه الجمعات أو أصحاب هذا السلاح كما رفضت تسميتها بالسلاح المنفلت دكتور الحارث يبدو أنك عدت إلينا نجدد الترحيب بك من جديد كنا نتحدث قبل الغوص في تفاصيل المشهد الداخلي عن تأثير ما يحصل في البيت الإيراني داخليا وذكر اغتيال قاسم سليماني وما يحصل داخل الولايات المتحدة وكيف أثر ذلك بشكل مباشر على الوضع الأمني في العراق أولا شكرا جزيلا عن الاستضافة وتحياتي لضيفيك الكريمين دكتور يحيو أنا أعتقد أن التصعيد الأخير هو هدفه أن كل الطرفين يحاولان إرسال رسالة قوية للطرف الآخر بأن أي فجوم يقدم عليه طرف منهما سيواجه رد فعل قوي يعني محاولة لتأكيد الردع تأكيد قوة الردع الإيرانيين يركزون على موضوع ذكرى اغتيال سليماني لكن أنا أعتقد أنه المسألة الأساسية هي ما ترشحة من أخبار قبل عدة أسابيع عن أن إدارة ترامب تدرس خيارات لضربة توجه إلى مفاعل نات هانز الذي بحسب تقرير منظمة الطاقة الضرية الدولية أن الإيرانيين نقلوا إليه أجهزة طرد جديدة ووضعت تحت الأرض وهناك جدل يعني وضغوط ربما ضغوط إسرائيلية وضغوط من بعض دول منطقة الاستغلال ما تبقى من فترة إدارة ترامب من أجل توجيه هذه الضربة لإضعاف الموقع التفاوضي لإيران في حالة مجيء إدارة بايدن والشروع بالتفاوض مجددا حول موضوع العودة للاتفاق النووي أنا أعتقد أن هذا هو جوهر التصعيد صحيح أنه ما ترشح من أخبار أن معظم أركان الإدارة الأمريكية لم يشجعوا مثل هذا الخيار لكن ما نعرفه من سلوك رئيس ترامب ومن الصعوبة للتنبؤ بخياراته يجعل الإيرانيين أيضا مرتبكين ولذلك هم يحاولون أن يرسلوا كل الرسائل لاستعدادهم للمواجهة يحاولون استثمار موضوع مرور الذكرى الأولى لاختيال جنرال قاسم سليماني لإرسال هذه الرسائل القوية لكن أنا لحد الآن أعتقد أن هذه الرسائل هدفها الردع وليس هدفها فعلا الدخول في مواجهة على الأقل من الجانب الإيراني وحتى الآن بخصوص الجانب الأمريكي ما رأيناه من تطورات في اليوم الأخير يعني انسحاب حامل الطائرات من الخليج يوحي أيضا أن الإيرانيين أن الأمريكيين أيضا ليسوا باتجاه أيضا توجيه الضربة دكتور محجوب في نفس الإطار يعني حتى مع زيارة مسؤولين إيرانيين عسكريين إلى إحدى الجزر الإيرانية موضوع صحب الطائرات وحاملة الطائرات من مياه الخليج هل هي مؤشرات كافية بأن إدارة دونالد ترامب قبل مغادرتها عازمة فعلا على توجيه ضربة إلى إيران لن يكون العراق بمنأة عن تدعيتها لاحظوا معي أمال أنه هناك أصبح هناك روايتان لمبرر الضربة الأمريكية هناك رواية تتحدث عن تهديد للولايات المتحدة في العراق وهناك رواية تتحدث عن اعتماد ترامب على تقرير الوكال الدولي تقرير الوكال الدولي للطاقة الذرية الأخيرة والذي تحدث عن منشأة في أسفل مفاعل فاردو وأن هناك نشاط نوويا في مفاعل نتانزل إيراني وبأن إيران غير ملتزمة وبأنها أيضا تتجه أخبرت المجلس الأمن بأنها تتجه بالتخصيب 20% من اليوراني وهذه كلها محاذير كانت محاذير أمريكية في الحقيقة كل الأمرين يعني عوامل للتصعيد كلهما يدفع للتصعيد لكن الأمر الحاسم في اعتقادي هو أنه ما هو الأمر ما هو الفاعل الحقيقي الذي يدفع الرئيس دونالد ترامب إلى أن يقوم بعمل عسكري ضد إيران وماذا سيحقق له هذا العمل العسكري إذا نظرنا إلى ما يسمى بالباترن تاريخ العملية العسكرية خلال 20 سنة الماضية في المنطقة ومنح هذا لو وجدنا بأنه دائما في العمليات التي كانت تقوم فيها الولايات المتحدة في المنطقة كانت دائما تحتاج إلى شريك داخلي من المنطقة من اللاعبين إقليميين وهؤلاء اللاعبين الإقليميين يشكلوا دعما وسندا مهما للولايات المتحدة حتى ولو على سبيل التبرير نحن في هذا مثل ما تفعل إيران مثل ما تفعل إيران المهم أن الولايات المتحدة كدولة تريد أن تقوم بعمل عسكري تلجأ إلى حلفائها بأن يساندوها لاحظوا معي حرب العراق 2003 حرب أفغانستان 2001 هذه المرة الولايات المتحدة لم تستطع حتى الحصول على مضوء أخطر من الرياض أو من أبو ضبي على القيام بعمل عسكري ضد إيران لأن كلا العاصمتين لم يرضي بفكرة العمل العسكري لخشيتهما من عواقب هذا الأمر على أمن الطاقة في المنطقة بمعنى أن هناك صراع داخل المنطقة بين مختلف اللاعبين الذين هم منتسبون بالولاء للولايات المتحدة أن هناك قلق من العمل العسكري ما الذي يمكن أن يحصل ما الذي يمكن أن تفعله إيران بالنسبة هناك أزمة اقتصادية هناك إثار للوباء هناك مشاكل اقتصادية كبيرة تعاني من هذه الدول وتعاني منها حتى دور مثل الولايات المتحدة الأمريكية آخر حزمة طرحتها الرئيس أو طرحت الآن تسعمائة مليار دولار هذه حزمة المساعدات التي طرحتها الحكومة الأمريكية خمسمائة مليار منها ذهبت لإسرائيل مليار وثلاثة بالعشر راحت لمصر بمعنى آخر هذه الدولة كيف يمكن أن تفكر بعمل عسكري ضمن هذه السياقات الداخلية والخارجية ولذلك أنا أعتقد بأنه هناك عوامل داخل داخل المنطقة لا تشجع ولا تدفع هناك عوامل تبطئ العمل وهي تتعلق بضبط السلوك الإيراني إسماعيل قآني ذهب إلى بغداد وأرسل رسالة لهذه ما تسمى بالجماعات المسلحة الولائية بشكل أساسي أن انضبطوا لنمرر هذه الأيام وبالتالي حتى فكرة التهديد أنا باعتقادي تدخل ضمن الحرب النفسية ولذلك الرئيس الأمريكي هو مقتنع بقناعة أساسية عبر عنها أنه حقق ضد إيران انتصارات أكثر مما حقق أي رئيس أمريكي آخر دون أن يطلق طلقة واحدة ويقول وفق حزابات وزير الخزانة بأن الاقتصاد الإيراني في ظل إدارة ترامب لأربع سنوات تراجع ما يعادل 15 عاما مما كانت عليه الوضع قبل لكن هل قلص نفوذ إيران في المنطقة أريد أن أسأل في ذلك دكتور يحيى الكوبيسي لماذا لم يؤثر الصراع الأمريكي الإيراني العقوبات الكثيرة التي فردها دونالد ترامب على طهران حتى الشارع العراقي الذي انتفض ضد هذا الامتداد الإيراني في بلاده لماذا لم يؤثر على قوة الميليشيات وتلك الندية التي تتصرف بها تجاه الدولة العراقية ليس تجاه فقط حكومة الكاظمي يعني ببساطة لأن النفوذ الإيراني في المنطقة ليس نتيجة قوة إيرانية ذاتية النفوذ الإيراني موجود في المنطقة بسبب عوامل داخلية في هذه الدول وبالتالي الدور الإيراني مطلوب من قبل جماعات محلية سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في اليمن ولهذا يعني هذه الجماعات بالعكس هي مرتبطة عقائديا بإيران إيران وبالتالي لا تتأثر بقضية التمويل أو قضية العقوبات على إيران هذا أمر طويل شرح لأنه غير مرتبط بقضية الثورة الإسلامية على سبيل المثال حتى في زمن الشاه وفي ظل النزع الإمبراطورية الإيرانية كان دائما هناك نوع من التأثير الإيراني في هذه المنطقة ربما باستثناء اليمن التي يعني النفوذ الإيراني فيها حديث نسبيا ما يعنيني هنا أنه إيران تعتمد على وكلاءها المتطوعين لخدمتها وليس الوكلاء مدفوعي الثمن لهذا هذا أمر يعني يجب أن يفهم جيدا لهذا طبيعة العلاقة الإيرانية مع دول المنطقة حقيقة على قضية مركبة وليست قضية بسيطة يعني ليست هي نتاج نفوذ إيراني مرتبط بقوة ذاتية إيرانية أو مرتبط بتمويل إيراني أو ما إلى ذلك الأمر الآخر المهم المرتبط بقضية الصراع الإيراني الأمريكي أنا أعتقد الحقيقة منذ البداية كل من الطرفين لم يكن بوارد الدخول في مواجهة عسكرية سواء كانت مفتوحة أو محدودة يعني الولايات المتحدة كانت تعتقد أن العقوبات كافية لإرغام إيران إلى المجيء مرة ثانية إلى طاولة المفاوضات كما أن حزمة العقوبات الأولى أجبرت إيران على ذلك من دون إطلاق إطلاقة واحدة وإيران من جهة ثانية ليست مستعدة للدخول في مواجهة عسكرية لأسباب عديدة مرتبطة بالوضع الداخلي مرتبطة بالوضع الاقتصادي مرتبطة بالمنطقة ككل وهي تعلم أن أي يعني مواجهة ولو كانت محدودة ستخسرها الكثير الأمر الآخر المهم فقط يعني فيما يتعلق بساحة العمليات يعني لاحظت أنه هناك إصرار على أن سحب حاملة الطائرات من الخليج العربي أو بعض قطع البحرية الأمريكية من الخليج العربي كأنه يعني مؤشر على خفض التوتر وأنا أعتقد العكس تماما أنا أعتقد أنه إذا الولايات المتحدة قررت القيام بضربة محدودة لإيران وليس في إيران تحديدا يعني سواء في العراق أو أي منطقة أخرى فهي ستسحب كل سفنها الحربية من الخليج العربي لكي لا تمنح إيران فرصة لمهاجمة أي من هذه القطاع وبالتالي ربما سحب هذه القطاع هو مؤشر على قرب عملية محدودة وليس العكس كيف تنظر إلى هذه المؤشرات دكتور الحارثي سواء ما يتعلق بسحب حاملة الطائرات أو الطائرات التي حامت يوم الجمعة في المنطقة إضافة إلى الترتبات المتعلقة بالملف النووي الإيراني هل تأخذ على أنها مؤشرات لتصعيد محتمل ستكون العراق أول ساحاته مع بداية هذه السنة؟ يعني أولا أنا أعتقد أن الجانب الأمريكي ممكن أن يقدم على الضربة إذا تأكد بأنه لن يكون هناك رد فعل إيراني كبير يعني الإيرانيين سيأكلون الضربة وسيسكتون أو سيكون رد فعل يعني استعراضي أكثر مما هو رد فعل عملي لأن الإيرانيين الآن يواجهون أيضا أزمتهم الخاصة يعني الإيرانيين لا يريدون التصعيد والذهاب باتجاه مواجهة عسكرية مفتوحة بانتظار أن يخرج ترامب من موقعه ولكن بعد خروج ترامب أيضا سيكون على الإيرانيين أن يتجنبوا التصعيد والذهاب باتجاه مواجهة عسكرية لأنهم لا يريدون أن يجهزوا على إمكانية التقارب والعودة للاتفاق النووي وتخفيف العقوبات مع إدارة بايدن لذلك مشكلة الإيرانيين الآن هي مشكلة شعورهم بأن مصداقيتهم على الردع قد تراجعت يعني أن هناك الكثير من الضربات تعرضوا إليها معظم الردود أو وعود بردود ستحدث مستقبلا هذه المشكلة مربكة للجانب الإيراني هو يخشى من أنه يفقد مصداقية الردع وهو فقد إلى حد كبير مصداقية الردع وفقدانه لهذه المصداقية يعني هذا استعاننا من العلاقات نولية مفهوم السيكوريتي دي لام يعني فقدان مصداقية على الردع قد يشجع الطرف الآخر على الأقدام على عمل من هذا النوع أنا لحد الآن لا أعتقد أنه الإدارة الأمريكية أتفق مع القول أنه الأمر يتعلق بحسابات ترامب ترامب الآن تركيزه بشكل كبير على الوضع الداخلي وعلى موضوع يعني حتى التأويلات المبالغ بها الشرق أوسطيا مثلا لماذا قطع إجازته يعني الأمر متعلق أكثر بموضوع تصويت الكونغرس على قرار كلية الانتخابية أكثر مما هو له علاقة بالتوترات الشرق العوسطية وعني صعب أنه نحسم الأمر بخصوص كيف سيفكر يفكر ترامب لكن أنا أعتقد أنه لو توصل الأمريكيين إلى أنه مثل هذه الضربة ستكون مكلفة وسيكون هناك رد فعل إيراني خطير فأعتقد سيأملون إلى تجنبه لكن إذا ظلنوا أنه لن يكون هناك مثل هذا الرد الفعل ممكن أن تكون ضربة محدودة موجهة بشكل خاص إلى هذا المفاعل النووي تحديدا إذن هي عوامل كثيرة ربما العراق ومعركة الحكومات المتتالية مع السلاح خارج الدولة إضافة إلى نظر المواجهة والتصعيد المستمر بين طهران وواشنطن كيف سيتغير المشهد بعد وصول جو بايدن وغيرها من النقاط نناقشها بعد فاصل قصير أهلا بكم من جديد مشاهدين هذه الحلقة من تقدير موقف التي نناقش فيها المشهد العراقي بين السلاح المنفلت أو الموازي والصراع الإيراني الأمريكي يعد السلاح المنفلت أو سلاح الموازي من أخطر الملفات التي يواجهها العراق وقد فشلت كل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 في تطبيق مشروع حصره بيد الدولة صنف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السلاح الموازي أو المنفلت كالآتي سلاح بيد مجميع خارج سيطرة الدولة سلاح بيد عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات سلاح لدى بعض العشائر وسلاح تمتلكه تنظيمات إرهابية تعد الفصائل المسلحة والمحسوبة على إيران رقما صعبا لثقلها السياسي أبرزها عصائب أهل الحق حزب الله العراقي سرايا الخرساني ومنظمة بدر تتضارب الأرقام بشأن حجم السلاح المنفلت أو الموازي في العراق وتكتفي الحكومات المتعاقبة بالقول بأنه كثير ومتنوع بعض التقديرات ترجح وجود 12 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة فيما تقول مصادر أخرى إن العدد يصل إلى 40 مليون قطعة ما يساوي تقريبا عدد سكان العراق تتحدث التقديرات أيضا عن 7 ملايين قطعة سلاح من خفيف ومتوسط تمتلكها العشائر وتستخدمها في نزاعاتها المتكررة من بينها القذائف وصواريخ قصيرة المدى وصواريخ كاتيوشا في مطلع عام 2019 قالت شرطة البصرة إن السلاح المنفلت في المدينة لدى العشائر يعادل ترسانة فرقتين عسكريتين وتنتشر العشائر المسلحة في العراق في كل المناطق وفي كل من بغداد ومناطق أخرى أغلبها في الجنوب كالبصرة وذيقار ميسان وبابل نجدد الترحيب بكم وبذيوفنا ومعك نستأنف دكتور الحارث ربما قد لا يتعلق الأمر بعدد القطع الأسلحة المتواجدة خارج إطار الدولة لكن الحكومات المتعاقبة فشلت فعليا في السيطرة على هذا السلاح آخر المحاولات كانت مجموعة القوانين التي سنت وتشريعات منها قانون الأحزاب أو قانون الحشد لكن في المبدأ هل تصلح القوانين والتشريعات في يد الدولة لضبط مسألة معقدة وثقيلة كمسألة السلاح أم أن القوة وحدها قادرة على ذلك؟ وكيف؟ يعني كما اتفضلت أغلب المحاولات السابقة لتنظيم وضع الحجد الشعبي والسيطرة عليه أكثر من قبل قادر عن قوات المسلحة لم تنجح للأمر العلاقة بطبيعة النظام السياسي العراقي أنا أصف هذا النظام بأنه نظام ريعي زبائني يغيب في حكم القانون يعني الدولة لا تحتكر سلطة الإرغام الشرعي وظروف الحرب على داعش خلقت مناخا لهذه الفصائل والجماعات لأن تظهر إلى السطح تمأسس وضعها وأيضا أن تحصل على موارد من الدولة يعني الجديد في وضع هذه الفصائل أنها أصبحت تمول نفسها من خلال موارد الدولة بدون الخضوع بشكل كامل لسلطة الدولة ما ساعدها على ذلك هو أنه منذ عام 2003 لم يتم حل إشكالية الميليشيات والأجنحة العسكرية للأحزاب السياسية في العراق ظلت معظم الأحزاب السياسية الرئيسية في العراق تمتلك أجنحة عسكرية وأصبح الأمر لك أنه إذا أنت لا تمتلك أجنحة عسكرية أنت لا تمتلك مقعد على الطاولة فهذه الجماعات الآن ضمنت مقعد على الطاولة من خلال ما أسست وضعها إطباط طابع القانوني أغلب المحاولات التي جرت كما تفضلت لم تنجح في تقنين وضعها نجحت بشكل نسبي وبشكل سطحي لكن ليس بشكل أساسي مثلا أسماء الفصائل تم التنازل عليه عنها لصالح أرقام لكن الكل يعرف أن كل فصيل بغض النظر عن رقمه يتبع إلى قيادة فصائلية محددة الآن هذه الفصائل أيضا أصبحت جزء أصبحت أنا لا أتفق مع القول بأن إيران تهيمن بشكل تام على هذه الفصائل صحيح هناك هذا التقارب الإديولوجي الكبير بينها والحماية التي يوفرها الدعم الإيراني لهذه الفصائل لكن بنفس الوقت هذه الفصائل تدريجيا من خلال منظومة الحاجد الشعبي استطاعت أن تبني قدر من الاستقلالية الذاتية خصوصا فيما يتعلق بالحصول على الموارد الآن الدولة العراقية مضطرة من خلال منظومة الحاجد الشعبي ومن خلال الضبابية الكبيرة في هذه المنظومة يعني من هو أنصر الحاجد الشعبي ما هي الحدود بين فصائل المقاومة وبين فصائل الحاجد الشعبي من يدير هذا الفصائل حتى سيد أبو فدك الذي ذكره دكتور يحيى عين من قبل هذه الفصائل في موقع أبو مهدي المهندس بدون مشاورة القائد العام القوات المسلحة ليست هناك أي وثيقة رسمية تؤكد بأن القائد العام القوات المسلحة ووافقة على تعيين السيدة أبو فدك رئيساً لأركان هيئة الحاجد الشعبي ما حصل الآن أن هذه الفصائل تستطيع أن تمول نفسها من خلال ميزانية الدولة العراقية وهي بالفعل أصبحت أشبه بالدولة الموازية هذه الدولة الموازية علاقتها علاقة معقدة مع الدولة بكيانها الرسمي القيادة العام من قوات المسلحة هي من جهة يعني ممكن أن تصنف كحليفة للدولة عندما يكون الصدام مثلاً مع تنظيم معادي للإثنين مثل داعش لكنها أيضاً منفصلة عن الدولة ومستعدة للاصدام بالدولة حينما تتخذ هذه الدولة خيارات لا ترضى عنها هذه الفصائل الشراسة التي شفناها في خطابها والتصعيد التي شفناها في الأشهر الأخيرة إلى علاقة مثلاً بمجيء حكومة تعتقد هذه الفصائل أنها لم تستشر لم تحصل موافقة هذه الفصائل على تسليم هذه الحكومة لازم نرجع إلى زمن حكومة عبد المهدي ما حققته هذه الفصائل من اختراقات ومكاسب في زمن حكومة عبد المهدي لا تريد التراجع عنها عبد المهدي كان يجلس مع قادة هذه الفصائل بشكل دوري هذه الفصائل من خلال تحالف الفتح في البلمان الذي أصبح بمثابة الجناح السياسي لها استطاعت أن تصبح الطرف الأكثر تأثيراً على رئيس الوزراء في الحكومة السابقة فجأة هناك رئيس وزراء لا ترضى عنه بعض هذه الفصائل وهي تشعر أنه يشكل خطر عليها ومن هنا تأتي هذه الشراسة هذه الشراسة جزء منها نعم لها علاقة بشراكتهم مع إيران الشراكة الأديولوجية والعقائدية التي لا أريد أن أقلل من أهميتها خصوصاً في زمن التصعيد والاستقطاب التي خلقتها سياسات ترامب بالتأكيد أن هذه الشراكة مع إيران تلعب دور في توجيه سلوك هذه الفصائل يبدو المشهد أكثر تعقيداً مما هو عليه في تفاصيله دكتور يحيا ما هي الحسابات التي تحكم علاقة هذه الميليشيات وأصحاب هذا السلاح بالدولة وما هو العنصر الأكثر قوة في تحديد هذه الحسابات تحدثت عن السلطة الدينية وأنها الوحيدة التي تمتلك مسألة تحييد السلاح عن مواجهة الدولة ماذا عن القوانين والتشريعات؟ ماذا عن الحكومة؟ وهل يتعلق الأمر بالكاظمي؟ من تحديداً؟ كيف نستطيع تيسير هذا المشهد لنفهمه؟ لا أنا أعتقد الأمر يتعلق بالدولة ككل وليس في الحكومة فقط كما قلت الفاعل السياسي الشيعي في العراق يحتكر القرار السياسي بالكامل وما زال هذا الفاعل السياسي الشيعي هو الذي يوفر الغطاء السياسي والحصانة لهذه الميليشيات لأسباب عقائدية بالدرجة الأولى ما قلته عن السيد السستاني أنه عملياً يستطيع السيد السستاني أن يرفع هذا الغطاء السياسي بمعنى يحرج الفاعلين السياسيين الشيعي برفع هذا الغطاء السياسي ولماذا لا يفعل؟ وبرفع الغطاء العقائدي يعني الحقيقة من يعرف كيف تفكر الحوزة النجف بشكل خاص من يعرف كيف يفكر السيد السستاني يعرف تماماً أنه لن يدخل السيد السستاني في مواجهة مباشرة مع هذه الميليشيات أو الفصائل وبالتالي يعني هو سيبقى يستخدم نوعاً من اللغة القابلة للتأويل اللغة التي يمكن التدليس عليها بشكل واضح كما حصل مع فتوى الجهاد الكفائي وهذه إشكالية حقيقية يجب أن تحسم يعني ما لم يكن هناك موقف واضح وصريح ومحدد من السيد السستاني برفع الغطاء السياسي ورفع الغطاء الشرعنة عن هذه الميليشيات لا أحد في العراق يستطيع ذلك بما فيها الدولة الأمر الثاني المهم يعني هنا ربما أتفق تماماً مع ما قاله دكتور حارث يعني بالتأكيد هذه الميليشيات أو الفصائل أو الجماعات يعني أصبح لديها تمويلها الذاتي ليس فقط من موارد الدولة وإنما أيضاً من موارد يعني الدخول شركاء بفعل قوة السلاح في الاقتصاد العراقي يعني هم الآن يهيمنون على الاقتصاد في المناطق التي يسيطرون عليها يهيمنون على قطاعات واسعة في الدولة من خلال شراكتهم بالدولة يعني وبالتالي الفساد عامل أساسي في التمويل الذي تحصل عليه هذه الفصائل وهذه الميليشيات وهذه الجماعات الأمر الثالث المهم أنه نعم لم تعد هذه الميليشيات بحاجة إلى الدعم المالي الإيراني يعني أصبحت ربما هي في لحظات قادرة على تمويل الإيرانيين خاصة بعد عام 2017 والعقوبات الأمريكية الإيران ولكن ما زالت هذه الفصائل بحاجة إلى هذا الغطاء الذي توفره إيران لهم بحاجة إلى هذه الحصانة التي توفرها إيران لهم بفعل تأثيرها على قرار الفاعل السياسي الشعي وبالتالي الأمور داخل العراق معقدة جيدا يعني العلاقة بين الدولة الموازية والدولة الرسمية علاقة ملتبسة علاقة غير واضحة العلاقة لا يحكمها أي منطق لكن في كل الحالات نحن نعود إلى إيران يعني حتى مع تعقيد هذا المشهد نجدنا نعود إلى إيران ودور إيران في هذه النقطة دكتور محجوب هناك نقطتين أريد أن أسأل عنهما ما يتعلق بموقف المؤسسات الإيرانية وإذا ما كان هناك اختلاف في رؤيتها للسلاح الموجود في العراق والمحسوب على إيران والنقطة الثانية هي ما تستعمله إيران تجاه حكومة الكاظمي تحديدا هناك من يتحدث عن ورقة الطاقة وورقة الاقتصاد فما الذي يبلور الموقف؟ أولا إيران لا يمكن الحديث أن إيران غير راغبة في هذا السلاح بدليل أن إيران عممت التجربة السلاح الموازي هذا موجود في لبنان السلاح الموازي هذا موجود في اليمن السلاح هذا موجود في سوريا السلاح هذا موجود في العراق وحيثما حضرت بمعنى إيران حاضرة حضرت السلاح الموازي لماذا؟ لأن إيران تعتقد أن عملية ملء الفراغ السياسي ما يسمى بالسيكوريتي باكيوم الفراغ السياسي لا يمكن أن يملأ إلا بالقوة بالقوة والقوة هنا السلاح والقوة السياسية جزء من استراتيجيتها استراتيجيتها لم يكن حزب الله ليفرض كلمته في لبنان لو لا وجود الجناح المسلح لم يكن الوضع في العراق كذلك لو لا السلاح في اليمن الحوثيون أقوى من جيش الدولة الشرعية المعترف فيها دوليا في اليمن إذن هذا جزء من استراتيجية إيرانية استلاح الموازي وبمعنى آخر يتدافع عن هذا الخيار أو على الأقل غير جادة في وقفه غير جادة في خلق هذه الجماعات هذه الجماعات جزء من أسلحات تعتمد إما على السلاح الإيراني أو إما تمويلا أو طريقة غير مباشرة إيران تتدخل لصالح هذه الاجتماعات إذن لا يمكن الحديث عن هذا السلاح الموازي لا في العراق ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في لبنان إلا على الإيران وهذا أمر حتى إيران لا يمكن أن تنكره لأنه تعتبره جزء من أدوات قوتها الخشنة في المنطق ولذلك النقطة الثانية من السؤال كانت تتعلق المتعلق بالطاقة ومسألة العلاقة مع حكومة الكاظمي لا شك بأن خطاب الكاظمي لم يكن سارا لإيران رؤساء الوزراء السابقين كانوا إلى حد ما يعني منضبطين في سلوكهم الكاظمي يأتي من خلفية أمنية ويريد أن يتصرف بأنه قادر ورجل حازم هو يبدو أنه ضاعت عليه فكرة أساسية وهي أنه لا يمكن في ظل هذه الوضع القائم في العراق أن تتغول كقوة تنفيذية في حكومة ولذلك استخدمت إيران قوة ورقة الغاز خفضت من 500 مليون متر مقعب إلى 5000 متر مقعب وكانت جادة يتخبيضها إلى 3000 متر مقعب وكانت هذه كافية لإسقاط حكومة الكاظمي أرسلت وزير الطاقة إلى العراق وقالوا أن المشكلة ليست سياسية المشكلة تتعلق بدفعات لم تدفعها الحكومة العراقية وبالتالي نحن الآن اتفقنا على تقصيد هذه المبالغ وانتهى لكن إيران جد الأمر في اعتقادي أنها أرادت أن ترسل إسارة إلى الكاظمي أن عليك أن تنضبط وقالوا باعتقالي له أن أرسلنا إسماعيل قآني ليضبط الجماعات عندك عليك أن تنضبط أنت كرئيس وزراء أيضا في سلوف التعامل مع إيران بعبارة أخرى لا يمكن أن توجه لهذه الجماعات في درجة معينة من النقد إذا تجاوسته تجاوست الخط الأحمر لهذه الجماعات هذه الجماعات هي أركان الوجود الإيراني بغيرها هذا الوجود لا يكون له قوة ولا ديناميكية ولذلك الحقيقة الرئيس وزراء العراق في موقف لا يحصد عليه هو عنده مشكلة مع الأكراد وعنده مشكلة مع إيران وداخليا إذا اختفى الفاعل السياسي الذي ينساند داخل العراق هو عمليا سيكون معلق في الهواء لا يمكنه أن يستند إلى الولايات المتحدة فقط لأنه في مرحلة من المراحل قدم نفسه لأنه قريب للولايات المتحدة وقريب إلى إيران وقادر على حسم الأمور على ذكر الولايات المتحدة دكتور الحارث مما قيل بأن ما فعلته إيران وكيف استحوذت على الساحة كان من أسبابه الفراغ الأمريكي اليوم جو بايدن مع استلمه الإدارة ذلك المنخرط في الملف العراقي طوال فترة وجوده كنائب للرئيس في عهد أوباما زار العراق وقتها أكثر من 24 مرة وغيرها ما المنتظر أو ما الذي يمكن استشرافه من سياسة جو بايدن تجاه العراق وعما إذا كانت هذه السياسة ستحد من هذا النفوذ الإيراني فعليا يعني بايدن وفريقه يعني هم أكثر إدارة في التاريخ الأمريكي على معرفة بالعراق يعني ليس بايدن وحده هو من يشتغل على الشأن العراقي مرشح لوزارة الخارجية أنتوني بلينكين مرشح لمستشارية الأمن القومي جيك سوليبان كلهم اشتغلوا على الملف العراقي ويعرفونه عن كثب مع ذلك الأولوية الآن في منطقة الشرق الأوسط أنا أعتقد هي للتعامل مع مشكلة إيران وإدارة بايدن في تأويلاتها وفي خطابها تعتقد أنه التوتر الحالي سببه انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي لا يعني ذلك أنه الإدارة ستعود بشكل مباشر إلى الاتفاق النووي أنا أعتقد ما سيحدث هو فترة من جس النبض ولا ربما المفاوضات السرية أو عن طريق طرف الثالث بين الطرفين للاتفاق على شروط العودة للاتفاق النووي وهذا قد يأخذ وقت يعني جاك سوليفان في أحد الندوات وأنا أعتقد هو رح يلعب دور أساسي في موضوع الملف الإيراني تحدث بشكل واضح أنه صعب أن نرجع بشكل مباشر وأوتوماتيكي للاتفاق النووي لكننا محتاجون أن نتحدث مع الإيرانيين للوصول إلى النقطة التي يمكن من خلالها الشروع بالعودة لهذا الاتفاق النووي على المستوى العراقي أنا أعتقد ما يمكن أن تفعله هذه الإدارة خلافاً لإدارة ترامب إدارة ترامب ربطت بشكل مباشر وكلي بين الملف العراقي والملف الإيراني يعني أصبح ملف العراق ملحقاً تماماً بالملف الإيراني أنا أعتقد هذه الإدارة وفريقها الذي لديه معرفة أكثر تفصيلية بالوضع العراقي قد تعمل بشكل ما على أحداث نوع من هذا الفصل بين الملفين تظهر تفهم أكبر للوضع العراقي أيضاً لا ننسى أنه في حالة شروع الإدارة الجديدة بالتفاوض مع الإيرانيين قد يؤدي ذلك إلى أو بشكل واضح سيؤدي إلى تخفيف التصعيد والساحة العراقية هي الساحة الأساسية لهذا التصعيد يعني في العامين الأخيرين قد ينعكز ذلك مثلاً في محاولة إيرانية لضبط سلوك الفصائل بقدر أكبر محاولة إيرانية للظهور كفاعل إيجابي أكثر في الملف العراقي أنا أعتقد أن الإيرانيين يعتبرون العراق الساحة الأساسية ليسوا مستعدين للتخلي عنها لذلك كل تنازلات سيقدمونها ستكون تنازلات مشروطة بأن نفوذهم يكون مستمر بالتواجد في العراق العراق الآن مثلاً بالمقارنة مع السورية العراق هو جوار جغرافي طويل مع إيران الحرس الثوري الإيراني عقيد تتشكلت في إطار الصراع والحرب العراقية الإيرانية الشيء الآخر العراق الآن رئة اقتصادية أساسية للإيرانيين ليس فقط عن طريق تصدير النفو الغاز والكهرباء ولكن أيضاً العراق تقريباً أعتقد شركة تجاري الثاني لإيران اليوم الشركة التجارية يعني أن إيران تصدر للإيران العراق لا يصدر شيئاً لإيران إيران تصدر بما يقارب 13 بليون دولار سنوياً وهم يكثرون من تصريحات عن ضغبتهم بزيارة هذه الصادرات إلى 20 بليون دولار لكن هذا يعني أن شبكة المصارح الاقتصادية تجعلهم بحاجة إلى بقاء شكل من أشكال الدولة بالإيراني يعني عدم انهيار الوضع تماماً بالإيراني وهذا موضوع قد يتشاركون به مع الإدارة الأمريكية سوى إدارة ترامب وربما بقدر أكبر مع إدارة بايدن ويكون أساس للوصول إلى تسويات براغماتية بينهما في الشأن العراق طيب التسويات البراغماتية دكتور الكوبيسي هل هي ما نتوقعه ضمن خيارات الكاظمي في المستقبل القريب سواء مع إيران والانحلاء لما تريده مؤقتاً إلى حين وصول جو بايدن أم أن هناك طرق أخرى؟ أعتقد الخيارات البراغماتية مرتبطة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية ودور العراق في هذه العلاقات الجميع يعلم أن ما أسميه دائماً باللعبة المزدوجة التي مارستها كل من إيران والولايات المتحدة في العراق استمرت منذ عام 2003 تقريباً إلى إدارة ترامب كان دائماً هذه اللعبة المزدوجة موجودة خطابات عدائية بين الطرفين لكن القبول بشراكة فيما يتعلق بالعراق مع إدارة بايدن كانت هناك محاولة لدفع النفوذ الإيراني خارجاً وأعتقد أن إدارة ترامب اكتشفت أن هذا مستحيل بدليل أن حتى فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على إيران كان هناك استثناءات فيما يتعلق بقضية الغاز والكهرباء ولكن لم تتحدث الإدارة الأمريكية مطلقاً عن العلاقة التجارية بين إيران والعراق وكان العراق يشكل المورد الثاني لإيران من العملة الصعبة بعد العقوبات الأمريكية غض الطرف الأمريكي هذا هو دليل على استمرار اللعبة المزدوجة التي أجزم أنها ستستمر مع إدارة بايدن قبول الولايات المتحدة بشراكة إيرانية في العراق وقبول إيران بشراكة أمريكية في العراق بما يتعلق بالسيد الكاظم أنا أعتقد مقدرة السيد الكاظمي والحدود التي سيتحرك بها محدودة جداً هو ملزم بما يقرره الفاعل السياسي الشيعي ليس هناك قرار ذاتي للسيد الكاظمي لكي يفعل ما يشاء هو سيبقى ملتزماً بما يقرره الفاعل السياسي الشيعي وأنا أعتقد الفاعل السياسي الشيعي يريد استمرار هذه اللعبة المزدوجة في العراق شكراً جزيلاً لكم ضيوفنا شكراً لك دكتور يحي الكوبيسي مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية شكراً لوجودك معنا في السوديو دكتور محجوب زويري مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر وشكراً لوجودك معنا من إيطاليا دكتور الحارس حسن أستاذ العلوم السياسية والباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط شكراً جزيلاً لكم مشاهدينا حتى نلتقي بإذن الله الأسبوع المقبل وتقدير موقف جديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة